منذ عقدين من الزمن يخذ العرب الأمريكيون مسعى طويلا ومعقد لأجل الاعتراف بهم كعقلية عرقية في الولايات المتحدة وذلك لأنهم يؤمنون بأن وضعهم الحالي في خيانة البيض الأمريكيين لا يحقق طموحهم في التعبير عن أنفسهم كمجموعة عرقية مستقلة التقافة والإسهام في تاريخ وحضر البلد لكن أكثر من ذلك الشعور بالاعتراف الاجتماعي وسياسي لا نملك إحصاء للعرب في أمريكا بسبب غياب المعلومات الدقيقة وهذا ما عطل حقنا في الاستفادة من التسليلات الحكومية في الصحة والتعليم الجامعي والأعمال الحرة الناشط الحقوق العربي الأمريكي عماد حامد أحد المنخرطين الكبار في عمليات الإحصاء السكاني يقول إن الإنقسام في الرأي بين العرب الأمريكيين يعود إلى أكثر من عشرين عاما بين من يؤمنون بأن الأولوية الآن هي للتمكين للعرب في الحياة السياسية وبين من يقولون إن تاريخ الهجرات العربية إلى أمريكا بات بحاجة إلى اعتراف وجد نظر تقول أنه إحنا نصنف كبيض وبالتالي إذا صنفنا كبيض إحنا أكثرية لماذا تريد مننا أنه إحنا نصنف أنفسنا كأقلية وبالتالي لا إحنا يرضينا أن نبقى أكثرية ويرضينا أن نصنف أنفسنا كبيض حتى الآن نجح مشادعون وناشطون من العرب الأمريكيين في الوفاء بالإجراءات القانونية التي تحقق لهم هذا المطلب بموافقة من إدارة الرئيس بايدن وهم يؤكدون أن انفتاح هذه الإدارة على الأقليات ووجود مشرعين من أصول عربية ومسلمة في الكونغرس إضافة إلى ظهور جيل جديد من السياسيين الشباب العرب كل ذلك سيجعل من هذا المطلب قابل للتحقق في حدود أقصىها العام المقبل لا خلاف الآن حول نجاح العرب الأمريكيين في إشاعة معالم الحياة العربية في مختلف المدن الأمريكية لكن ما يطمح إليه العرب الأمريكيون حالياً وبعد عقود من الهجرة إلى الولايات المتحدة هو الاعتراف بهم كأقلية عرقية اجتماعية في المجتمع الأمريكي لاعتقادهم بأنهم أقلية حقيقية ولما يترتب عن ذلك من مكاسب اجتماعية واقتصادية وسياسية أيضاً رابح فلالي الحرة وشنطن